السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكوا عاملين ايه احلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا يارب تكونوا بخير وفي احسن صحة واحسن حيال النهاردة بقى ان شاء الله هنال مع بعض روتين تنظيف اه قبل بقى الدراسة عام الدراسة اتعاد عليكم وكمان قبل الشتاء بس قبل ما نبدأ اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الاه وصحبه وسلم تسليما كثير ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما توفيقي الا بالله زي ما انتم شايفين بقى ده طبعا آآ بعد التنظيف آآ بعد بقى ما فرشت وروعت بقى آآ ده بقى آآ لمسة كده بنشوف فيها بعد ما خلصت لكن بقى اللي سهن نبدأ بقى مع بعض من الاول ونشوف بقى آآ ترويئة بقى وعملت ازاي ده طبعا بعد الفرش وبعد التنظيف جميل آآ وبعد ما فرشت الشقة كانت التصوير ده يلا بقى الاول ما رشوف القناة يشترك فيها واللي آآ طبعا آآ متابعني ما انساش اللايك او طبعا عشان زي ما طلبتم مني روتونات شجعوني ان شاء الله في الفيديو ده علشان اعمل روتونات تانية كتير زي ما طلبتم مني آآ ادوني بقى تشجع في الفيديو ده كده علشان طبعا ده يديني حافز كبير جدا ان انا اتشجع وعمل معاك روتونات تانية ان شاء الله اول حاجة طبعا بنجهز بقى زي ما انتم شايفين بقى كده آآ الحاجات اللي احنا نحتاجها بقى في التنظيف الفوت والفرش وكمان آآ المنظفات اللي احنا نحتاجها آآ زي ما وردتها لكم كده في اول الفيديو آآ طبعا بعد كده اول حاجة بقى هشيلها بقى استتير طبعا هشيل بقى استتير وهشيل المفرش وشيل كل حاجة طبعا عندي هاخسلها الاول زي ما انتم بقى شايفين هنا ما كنتش فرشة اصلا الريستيبشن آآ كنتش هيل الفرش بتاعه مش فرشة استجاد والحاجة استجاد نظيف ومخصول ومن عين آآ هشيل بقى استعج اول حاجة كده استتير وبعد كده هنا بقى بقى ما تنسوش بقى اللايك وتشجعوني عشان ان شاء الله نعمل مع بعض في آآ فيديوهات كتير من النوع ده ولتنيات تانية كتير. اول حاجة طبعا ده زي ما شفته كده بقى 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 البلكونة وعملت الآآ زي ما تشوفين بقى بالفرشة عملت الشيش وعملت السلك بعد كده بقى خدت استتير اول الحاجة بقى اخسلها علشان طبعا على ما اخلص آآ تكون طبعا آآ اتغسلت ونشرع على طول وافرشها برضو في نفس اليوم طبعا مش تاخد وقت ولا حاجة آآ برضو الجو لست يعني حلو وهتنشف على طول نص ساعة بس ولا قل كمان في الشمس وبعد كده آآ اخدها تاني افرشها على طول. هنا بقى حتت بقى دورة في الغستيلة زي ما تشايفين بقى بحط اكسي وبحط كل ركسة الوان او كل ركسة ابيض حسب نوع الملابس اللي نحطها. آآ وطبعا دي استطرت الورد كانت برضو في الطرقة خدتها برضو زي ما تشوفين بقى انا اعطاها في مية آآ مية بكل ركسة الوان آآ حطتها بقى وهسيبها برضو آآ تتنقع برضو على ما خلص هسيبها برضو نص ساعة وبعد كده بقى اشيلها اشطفها وكمان انشرها برضو آآ واخدها بعد ما نخلص ونشوف بقى هنعمل ايه. ادي بقى زي ما انتم شايفين حطت بقى الهلوماهية في الغسالة. وهنا بقى هننفض يلا بقى ونشيل يلا بقى كده تشجع بقى معي ويلا عشان قبل الشتاء آآ نخلص بقى كده اللي ورانا يبقى على قد بس ان احنا آآ تربية بسيط كده وكمان نلمع بس كده البلاط وخلاص بس يلا بقى تشجع معي بقى اول حاجة هزعف السقف زي ما انتم شايفين. وهنا بقى هشيل آآ خالص من مكانه. هتاخر بقى كل حاجة من مكانها. آآ وامسح طبعا آآ وراء الكراسي. لازم طبعا نجيب كده من فوق لتحت عشان لو في تراب في السقف في حاجة يبقى نزعف السقف الاول وبعد كده ننزل بقى ايه على تحت واحدة بقى. بنفض برضو دايما انتم شايفين انت ريه. هو طبعا هو نضيف بس برضو لازم ادله تنفيضة برضو عشان لو في تراب ولا في حاجة داخل من باب البلاكونة من الشباك يبقى برضو آآ اضمن برضو بدهم احنا بننظف مع بعض. هنا بقى دي النجفة برضو. آآ خدت دوت ملمع ازاز وبرضو آآ بلمع النجف زي ما انتم شايفين. والشباك برضو بلمع برضو ملمع الخشب طبعا كل حاجة آآ لها الملمع بتاحها وكمان آآ لها فوطة مختلف. لمعت بقى الشباك ولما احتي برضو هنا النجف وكمان آآ هلمع بقى مكان الانترين عشان ارجع تاني بس هنا بقى آآ غيرت بدل ما كان الكنبة في الوش هيبقى الكرسيين هما في الوش آآ وكمان رجع اول كنبة مكان الكرسي عكس يعني ايه بتدي تغيير وبتدي برضو آآ طاقة ايجابية كده بتحس بروحة يعني لما بتغيري الاساس من هنا لهنا طبعا بيديك طاقة ايجابية وكمان تغيير بتبقى افضل يعني هنا برضو آآ ورا المكتب خدت برضو طبعا هنا في جردل المسيح او الشرشوبة آآ حطيت بقى هنا آآ دوني على آآ ديتول طبعا وممكن برضو آآ كلهور على مية ممكن آآ شوية خل آآ ممكن شوية ملح يعني آآ حسب ما انت ترتاحي للحاجة اللي انت عادة تمسحي بيها يعني طبعا اللي نمسح البلاط باكتر من منظف هنا بقى بعد ما خلصت بقى ومسحت البلاط زي ما انتوا شايفين هنا بقى ملمع بقى الترابيزة بملمع الازاز وبرضو ملمع الخشب زي ما قلت لكم كل حاجة آآ ولها حاجة ولها فوتها برضو مختلفة داخلين بقى على الدراسة عم آآ دراسي كده يا رب سعيد وبالنجاح لأولادنا كلهم طبعا مش هنفضل بقى ان احنا آآ طبعا بياخد مننا وقت ومذاكرة الاولاد برضو لو محتاج لنا نقعد معهم في حاجة ولا كده وننتكر لهم فطبعا آآ داخلة الدراسة يبقى شايتك نظيفة وتبقى آآ مش وريك حاجة لحاجات بسيطة بس هنا بقى بوريكو بعد ما خلصت بقى ومسحت ورا المكتب وكمان آآ مسحت برضو آآ عند الانتريه ورجعت وبقتين كل مكان او زي بعد ما مسحته برضو تحته والترابيزة تلمعت وكل حاجة زي ما انتوا شايفين والنجف والشباك والباب البلكونة وكلمان كنست البلكونة زي ما انتوا شايفين بقى كده خلص بقى نزلت بقى تحت زي ما انتوا شايفين لان طبعا مستويين مستوى عالي ومستوى ارضي آآ وهنا طبعا الاطرافات دي كنت برمع برضو البياب بس طبعا انت تشوف بقى صعبة شوية ففي حاجات كتير مش بجيبها اصلا طبعا ده كله باخد واننا وقت كبير بس بيجي في عشر دقيق ده كله هنا بقى بقول لكم خلاص مسحت بقى هنا آآ خلصت بقى المسحته لماعت كل حاجة عامل ايه بقى كده خلص بقى لما ما خلصت بقى ومسحت كنت بقى دي الدورة بتاعت الغسيل خدت بقى استتاير عشان طبعا علما خلصت آآ بقت التنظيف تلحق بقتين شوف وانشرها برضو في نفس الوقت خدت بقى استتاير والمفروشات دي بقى دخلت بقى على غرفة المعيشة اول رقنة اول زي ما كل واحد بيقول هنا بقى بقولكم برضو هنا ايه دي المعدات اللي احنا بنعمل بها المعدات العسكرية بنجهزها هيك عشان طبعا مش كل شوية عندنا رايحين جايين لا فبقول لكم هنا يعني نحنا بنجهز لحاجات اللي احنا بنحتاجها من الفراش والمناصة الفوط وكمان الفوط بدلا ما كل شوية نفتكر عايز نفوتها عايز نبلمع الازاز عايز نبلمع لأ كل حاجة تجاهزيها قبل ما تعملها عشان مش يدينك رايحة جاية كل شوية هنا طبعا بالمكنسة بشفط بقى زي ما انتم شايفين في الركنة كده عشان لو في ترابة ولا في حاجة طبعا انا بنفضها برضو بس زي تأكيد يعني عشان آآ بيشيل برضو لو في اي حاجة برضو بالمكنسة طبعا هنا بقى فرشها ليه عشان دي بقى المكنسة احنا بنقعد فيه فبصراحة ما بحبوش يكون مش مفروش آآ بتحس كده انا كل شوية لازم البرات بقى بتوسخ على طول فلازم بقى حتى اللي حم نقعد فيها نكون فرشينها زي ما انتم شايفين كده وكمان فرش الحافظات عشان الاستجاد اكترته فيه ابيض فبحفز عليه بالحافظات اللي انا فرشها دي هشيل برضو اللي بس الاول كنسة زي ما شفته كنسة الحافظة الاول بالمقاشرة وبعد كده بقى خدتها على بلكونة برة على الشمس وهحط كمان ادي استجادة هزعف برضو استقف زي ما قلتلكم كده من فوق لتاح عشان طبعا فيه تراب ينزل في الارض قبل ما نعمل ونمسح الارض اول حاجة طبعا كده من فوق برضو بنزعف استقف هشيل بقى اي حاجة مناديل اي حاجة في الرقنة هشيلها برضو هنا برضو هتخر الرقنة عشان طبعا لازم آآ امسح وراها برضو ورا الكراسة جبت بقى هنا المقاشرة عشان اكمس برضو لو في حاجة ولا كده آآ وهنا بقى جبت الجردل بتاع الشرشوبة اللي بامسح بيه جردل المسح آآ حطت بقى فيه هنا كولور طبعا عشان مكان ما احنا بنقعد لازم بقى نعكم المكان اللي احنا بنقعد فيه حطت بقى هنا كولوروكس عشان طبعا امسح بيه وبنفض برضو زي ما تشوفين الكراسة بقى من وراء قبل مرجحها هي آآ بنفض برضو الكراسة تانية وبنفضها من وراء عشان طبعا انا اتجاحها على نظافة يلا بقى كده اتشجع معي زي ما قلتلكم ولورا حاجة يلا آآ ندي لبعض طاقة ايجابية كده كلنا زي الفل وكلنا شاطرين بس لما بنشوف حاجة زي كده بنشجع على الكل حاجة واحد يشوف ورا ايه وبنده طاقة ايجابية لبعض مش اكتر طبعا طلب مني روتنات فقلت بقى لازم آآ طبعا طلب مني اكتر من مرة فقلت بقى لازم اعملها معاكم زي ما طلبتم مني وان شاء الله لو الفيديو دو توصل آآ برضو مشاهدت ومشاهدة عالية ان شاء الله هعمل معاكم روتنات لستة آآ هكمل معاكم سلسلة التنزفات آآ قبل الشتة وقبل الدراسة ان شاء الله هنا بقى بعد ما لمعت بقى الركنة ونفضتها من وراء وكميان مساحة الارض وراء الركنة هامسح برضو هنا كده خلاص وطبعا الارض نشفت كمان وهاجيب بقى استجاد بعد ما اشمسك هاجيب بقى استجاد افريشها برضو شايفين بقى استجاد فيها ابيض ازاي فما ينفعش طبعا لازم احافظ عليها زي ما تشون بالحافظة دي كده هنا بقى جبت استتار بقى علشان آآ كنت استدار دي اتغسليها آآ هحطها بقى علشان آآ اركبها على طول كنت غسليها وعينها اركبها بقى على طول معاكم زي ما انتم شايفين هفردها بقى على الركنة كده زي ما انتم شايفين وكمان فرشت ما فرش بيضة على الركنة آآ اللي كانوا عليها آآ ها وديهم برضو عشان هي اغسلهم هنا بقى اي دي استور الكرآنية كل اعزب رب الفلك وكل اعزب رب النياس وكل هو الله احد ودي كمان اية الكرسي الله خير وحافظ وهو ارحم الراحمين هنا بقى بعد ما خلصت بقى غرفة المعيشة او الركنة وفرشتها زي ما شفته كانت بقى الستار نشفت ودي كمان استطار الوردة هاخدها برضو اركبها هنا بقى ودي المفرش بعد ما غسلتها اهي برضو هفرشها على فرشت بقى كل حاجة وكل حاجة جهزة معي وكمان لمعت التلاجة وفرشت على المفرش دي ما تشافين بقى اقول لكم آآ تلات تربع الحاجة طبعا ما بتجيش آآ الفيديو اختصار وكل في عشرة دقيقة لكن بياخد منناه وقت كبير والمجهود كمان طبعا كانت المعطر بيجي على وشي فعشان كده آآ كان مؤثر على عينيه يعني وانا ماشي بعد ما رشيت المعطر في الجو فجي على عينيه وبرش برضو هين اهوش ده ما انتو شايفين بقى دي بقى بقى بقول لكم على المعطر اسمه فريدا اللي ما بعطر بيه يا رأيكو بقى بعد ما فرشت بقى الشقة هيت ما تنسوش بقى اللي لسه ما عملش لايك يعمل لايك والامر اشوف القناة كلمة اشتراك تحت الفيديو باللون الأحمر هيضغط عليها هيزر علامة الجرس هيتكي عليه على كلمة الكل وعشان يوصلك كل الفيديوات اللي بتنزل في القناة وتشاجعون ان شاء الله اعمل معاكم فيديوهات تانية كتير وتريد قريتنات تانية كتير لسه مكامل ان شاء الله مع بعض هناخد بقى جولة كده بعد الفرش بعد ما فرشت الشقة بقى وشويفين ده كده غرفة المعيشة خلاص بقى بعد جهزة اهية وقادي كمان بسم الله ما شاء الله ايدي الانترية فرشت برضو عشان طبعا اه هنا اه خلصت برضو من كله والمكتب برضو حاطت على المفرش اتغسل برضو مع استتاير يعني غسلت كل حاجة استاير والفرش اللي بيضاه كله غسلته ونشف ونشرط قوية كمان فرشت تاني بما اننا بناخد بقى جولة بعد الفرش بوريكم برضو اي حاجة في الشقة بوريها لكم نتنسوش بقى زي ما قلتلكم اللايك والامر اشترك في القناة تشترك فيها ويفعل زر الجرس عشان اشترك كل فيديوهاتي ويربا فيديو النهاردة يكون عجبكم وطرقتي في اه الترويق وكمان اه تنظيفة للرقناة والرسيبشن يكون عجبكم اه عشان ان شاء الله مكمل مع بعض سلسلة تنظيفات قبل الشتاء وقبل المدارس وكل سلام تطيبين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته